أنا لما أقول مثلاً قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي هذه عبادة هل هذه العبادة تحتاج إلى تجديد انتهت خلاص خذوا عني مناسككم هذه النصو الصالحة إلى يوم القيامة كغيرها لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه هذه قاعدة إنسانية ترسق المجتمع يبقى إذن حتى القيم هنا ارتبطت بالإيمان نفي الإيمان أو نفي كمال الإيمان لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه لو واحد قال والله التجديد يلغي هذا الحديث هذا الحديث يتناسب مع مجتمع الغابة أو مجتمع البادية مجتمع الصحراء أقول له لا يبقى أنت كده لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه يبقى أنت عايزني أكره أخويه هو التجديد بتاعك ده إن أنا أكره أخويه يبقى النبي يعلمنا كيف يحب بعضنا البعض التجديد في تفسير هذا الحديث وإسقاطه على المستجدات العصرية يبقى العبادات هي هي كما هي صلوا كما رأيتم الأخلاق هي هي كما هي المعاملات هي هي كما هي الأحكام الثقهية هي هي كما هي العقيدة هي هي كما هي يبقى التجديد في تفهيم الناس صور العقيدة عشان كذا احنا بنقول سادة الأشاعرة جددوا في باب الاعتقاد ولما قلوا جددوا غيروا لا يعني لم يتصلبوا على النص لجأوا إلى التأويل أو التفويت عزيز ليه التأويل أو التفويت لأنه منفعش تحنط على النص لأن التحنط على النص سيؤدي إلى إلغاء آية اللي هي بتقول ليه ليس كمثله شيء يا سلام فأنا لو تحنط على النص مثلا فإنك بأعين الرحمن على العرش استوى لو قلت استوى طب ايه معنى الاستواء شفت جديد العقيدة هنا ايه معنى الاستواء لو قلت استوى أي جلس هكذا زي ما أنا جالس يبقى ربنا حاشاه جلس هكذا طب ازاي هو بيقول ليس كمثله شيء يبقى هنا أنا أحتاج ايه الفهم الجيد اعمال العقل حتى أجدد الفهم وليس أجدد النص صحيح ده بيخليني أسأل حضرتك دكتور محمد إيه أسباب اعتقاد أو توهم البعض إنه الرسالة النبوية انتهت ولم تعد صالحة للآن يعني البعد عن الدين ده سبب رئيس يعني عدم فهم الدين الجهل بالدين البعد عن اللغة العربية وفهم لغة القرآن يا سلام البعد عن الحديث النبوي الغزو الفضائي كأداه عشوائية المعرفة أنا مصدر المعرفة بتاعي ايه جوجل بعشوائية لا يجلل مكون موازين وعلمي دقيق يبقى أنا بين عقلين أو معرفتين عقل مليء بالمعارف الأصيلة ذات المصادر الأصلية وده بنسميه علم السند لأنا أقول والله فهمت هذه المعلومة عن شيخي عن شيخي عن شيخي هو محمد الجند جابها منين تعلمها عن شيخه فلان الشيخ محمود مثلا والشيخ محمود خدها من مين خدها من الشيخ فلان المعلومات التي تصلنا لها سند لكن اللي بيأخذ من جوجل معرفته مش عارفين هذه المعلومات وهذه المعارف مصدرها ايه فكره ايه صحيح مضلل يبقى الدس يبدأ من هنا تشويه العقيدة تشويه الدين فخرجت مثل هذه الشبهات من هذه العقول التقنية ذات المعارف العشوائية تشويه تشويه الدين